وينضم إلينا من باريس رامي الخليفة العلي البحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس سيد رامي بداية ما دلالت هذه الزيارة بعد هذا التقارب التركي الإيراني وتصريحات إردوغان لمسؤولين غربيين بأن تركيا أو يمكن لتركيا أن تلعب دورا في تشكيل تحالف في المنطقة وأنها قادرة على خارجية لتركيا فبعد زيارة موسكو ها نحن نرى زيارة لوزير الخارجية الإيراني وبالتالي من الرواضح أن تركيا تعدل من سياستان خارجية منالك إنعطافة كبيرة دفعها إلى ذلك بنجهة نظري أربعة أسباب رئيسية السبب الأول هو التأثير الكبير لمجرأات الأحداث وخصوصا في الأزمة السورية على معطيات وأسس الأمن القومي التركي وخصوصا وجود ميليشيات كردية ذات سطوة ونفوذ في شمال سوريا هذه هي النقطة الأولى النقطة الثانية خيبت أمل الأتراك من الدول الغربية ومن الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد خصوصا بعد الموقف الذي اتخذته هذه الدول من المحاولة الإنفاقات القلابية الفاشلة التي جرت في الشهر الماضي النقطة الثالثة أيضا باعتقادي أن هناك سياسة جديدة في إطار العلاقات الخارجية النقطة الرابعة وهي الربما الانفتاح على إسرائيل وبالتالي نادي كنهي الجريد مختلف عن السلف أما فيما يتعلق على التأثيرات في باعتقادي أن التأثير الأكبر سوف يصف في الأزمة السورية السؤال الأساسي والجوار المطلوب الأنسان إذن في هذه النقطة سيد رامح نحن أمام تحارف إيراني تركي روسي لحل أزمة سوريا وهل تشير هذه المؤشرات إلى لملمة للأزمة أو إلى ضياء ما بقي من حسابات؟ الحقيقة باعتراءة متأنية للنهج الذي تتبعه السياس التركية قديما وحديثا أيضا بمعنى أن على مدى الاثنى عشر عاما الماضية كان هناك فصل في الملفات وبالتالي تركيا الآن تريد العودة إلى هذا النهج بمعنى أن العلاقات الإقتصادية تسير من نسقها الطبيعي وبالتالي باعتقادي أن هناك محاولة الفصل في الملفات ولكن هذا لا يعني أن لا يكون هناك محاولات من الجانب التركي للوصول إلى تفاهمات خصوصا كما ذكر أن هناك نقاط مشتركة فلا الإيرانيين ولا الروس يقبلون بتقسيم سوريا وبالتالي إعطاء كيان للأكراد في شمال سوريا وهذا الحقيقة ما تجمع عليه أيضا تركيا وبالتالي هناك نقطة لقاء أيضا هي هو الموقف من مصير الرئيس السوري بشار من شكل الجديد وباعتقادي هذا ما يراد منه التفاهم والنقاش ما بين تركيا آية علّقو بي